مشاريع السكن عدم مدينة بسماية التي ممكن تكون مناسبة لأغلب العراقيين يشترون بها وهي متوقف العمل معرفة رجع حسن العمل بها العمل بها متوقف لعدة أسبوع بالسبب الرئيسي هو العلاقة ما بين المطور والدولة هذا الموضوع كان فيه اجتماع يوم أمس وانحلت أغلب المشاكل المطور هي الشركة الأصلا اللي بنتها هي شركة هنوة نعم نفسه هو رجع استلم المشروع هو بالحقيقة أفضل من يستنمى لأنه هو أسس معامل أسس نوعية فاخرة جدا من الانتاج ونحن مشجعين إليه يعني هناك الكثير من الناس يعني جنابة قلت كلمة جدا لطيفة قلت هذا فالشيء كل شيء جيد لشريحة مهمة من الناس وبالحقيقة الحوار كان من أمس هو الدولة هذا السعر التي تبيع به هو سعر أقل من ما يتكلفه والهدف هو توفير السكن الملائم للشريحة الواسعة أسأل الآن قبل أن أغادر ملف السكن وبسماية تم حل مشكلة بسماية راح يبدأ العمل ويتبدي توزيع خلال زي قد راح يبدأ توزيع أهس التوقيت ما أقدر والله أحكي بيها بس أنا أقول لك كمشكلة رئيسية الحلت طيب الملاحظة بباقي مشاريع السكن وصلت أسعارها ل350 ألف دولار و400 ألف دولار وهاي مبادئ خلش ضغمة سممكن مشروع مشروعين بقلب العاصمة ولها بس لا نذهب بعيد لا نظر بمثال بدول محيطة نظر بمثال بكردستان كردستان السكن بهاي المجمعات اللي على أطراف أربيل على أطراف سليمانية على أطراف الدهوك بسعر كل شي مناسب تكاد تقول حتى أقل من بسماء متى نرى مشاريع سكنية حقيقية المواطني قدر يستفاد من يمها مو الناس اللي عندها فلوس كل شوهاي تقدر تشتري شوقها كل شوهاي وبالأخير إحنا بس نباوة سعي هناك توجه مثلا ما سمعت من دولة رئيس الوزراء إلى بناء مدن جديد تجربة بسماء كانت تجربة جدا غنية أريد أقول سالفة مهمة جدا بضل إحنا فقدنا الاتصال بالعالم فترة كلش طويلة كثير من الأمور صارت أنا ما دافع عن غير ولكن كانت بها تجارب تعلموا منها لإدارات اشتركوا في القناة